إيه موضوع زرائد الأسنان؟ الناس اللي فقدت أسنانها وعندها خالة في سنة أو اثنين أو ثلاثة أو عندها فقد في عدد أسنانها سواء كان أسنان أمامية أو أسنان خلفية وده بيحصل بسبب الإهمال مثلا بسبب التسوز بسبب إنه إحنا يبقى فيه مشكلة في أسناننا ونطنيشها لحد إما الأسنان تتآكل وبعدين نخسر السنة فالمكان فاضي المكان الفك بتاعنا بيشتغل كمنظومة متكاملة لما بنفقد سنة بيحصل تأثير سلبي على كل الأسنان والفكين إزاي ده بيحصل لإن الأسنان جنب بعضها كده سندة بعضها بالمعنى البسيط فلما بنفقد سنة أو عدد من أسناننا بيحصل سلبيات داخل الفم وحاجات خارج الفم حاجات داخل الفم يعني إيه الأسنان بتميل الأسنان بتمشي مسافات بين أسنان أعاني من بوكتس أعاني من مشاكل موجودة في تنظيم أسناني سواء كان فك علوي أو فك سوفلي تطابق بتاعي مش سليم الأكل مش سليم هيأثر على الأكل الهضم بجانب طبعا الجانب النفسي يعني الجانب النفسي